مستمرون في تقديم هذه النشرة من الفضائية الشادية سياسياً قام مؤخراً أعضاء المكتب الوطني السياسي لحزب الاتحاد من أجل التنمية والديمقراطية برئاسة الأمين العام الوطني للحزب قاموا بزيارة إلى إقليم شريع الأوسط حيث تم تكوين المكاتب الفرعية للحزب بالإقليم تقرير الحسين النور بعد التشكيل الأخيرة للمكتب الوطني السياسي لحزب الاتحاد من أجل التجديد والديمقراطية قام أعضاء المكتب الوطني السياسي للحزب بزيارة إلى إقليم شريع الأوسط وذلك بهدف تكوين المكاتب الفرعية للحزب بشريع الأوسط في كلمته الافتتاهية رئيس اللجنة المنظمة بعد ترهيبه بأعضاء المكتب الوطني السياسي لهزب الاتحاد من أجل التجديد والديمقراطية قال أن هذا التجمل لمناضلية الحزب يؤكد مدى قوة الحزب بإقليم شريع الأوسط وأنهم سيعملون دوماً للحزب ومن عجل الهزب ممثلة العمين العام لهزب الاتحاد من أجل التجديد والديمقراطية سوليكار البديد قالت أن مناضلية الحزب كانوا وما زالوا في ولائهم للحزب حتى في الأوقات الصعبة مؤكدة أن هذا يدل على صدقهم وتكاتفهم من أجل الهدوى رفع راية الحزب عالية في كل الأوقات أقبها تم أرض المكتب الوطني السياسي الجديد لحزب الاتحاد من أجل التجديد والديمقراطية برعاسة العمين العام الوطني للحزب ريمادوم غارف ليكس والنائب داود بن أمر من ناهيته العمين العام الوطني قال أن مهمتهم العساسية بإقليم شريع الأوسط هي تكوين المكاتب الفرئية المختلفة للحزب فضلاً أن حس مناضلية الحزب إلى ضرورة الوحدة والتكاتف لأن هذا الوضع يتطلب ذلك وفي الوقت نفسه لفت أنزار الناشطين في الزراعة إلى ضرورة الاحتمام بالعمل وعدم التكاسل لأن الزراعة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وللتنويه فإن الجولة التي قام بها العمين العام لهزب الاتحاد من أجل التجديد والديمقراطية ستشمل كافة المناطق بإقليم شريع الأوسط